كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إكمالا لحديثنا حول أداب الصيام وذكرنا من أدابه الواجبة ترك المحرمات والاهتمام بالواجبات أما الأداب المستحبة فللأداب الصيام أداب مستحبة فنتكلم عن أداب السحور أولا السحور في ثلاثة أولا تأخير السحور وأيضا لابد أن الإنسان يتسحر وتقليل السحور يقول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة وفي الحديث الآخر قال تسحروا فإن في السحور بركة ولو أن يتسحر أحدكم على جرعة ماء فإن الله وملائكتي يصلون على المتسحرين الإنسان إذا تسحر الله وملائكتي يصلون عليه الله وملائكتي يصلون على المتسحرين ولذلك لا بد أن الإنسان يحرص على السحور ولو أنه بس يتسحر على جرعة ماء فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحور السحور مهم جدا وقال نعمة سحور المؤمن التمر إلا أن التمر إذا أكل الإنسان في السحور يساعد السكريات هذه تحافظ على السكريات في الدم فما يحس الإنسان بجوع في تسحر على تمر أو على جرعة ماء أحيانا قد يصحى الإنسان من النوم قبل الفجر بقليل فليس له رغبة في الطعام يشرب ماء علشان الله وملائكتي يصلون على المتسحرين وطبعا تأخير السحور مهم جدا قالوا لزيد بن ثابت كم بين سحور الرسول صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر قال قدر قراءة خمسين آية يعني تقريبا ربع ساعة أما اللي تسحر الساعة الواحدة والساعة الثانية والساعة الثالثة قبل الفجر بساعتين وثلاثة هذا مخالف للسنة قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور هذا من ناحية السحور أما من ناحية الإفطار أداب المستحبة عند الإفطار أولا يستحب تعجيل الإفطار عند تحقق غروب الشمس إما بسماء أو برؤية برؤية أو بسماء ويستحب للإنسان عند فطره أن يفطر على على رطب هذه الدرجة الأولى ثم تمر ثم الماء ثم الطعام ثم الخامسة ما عند شيء لا طعام ولا تمر ولا ماء بالنية الإنسان إذا نوى أنه يفطر يفطر هذا أيضا بالنسبة قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور لأن الإنسان فيه امتثال لأمر الله أنا رأيت أحد الصائمين في الحرم ونحن نطوف مع آذان صناة المغرب وطبعا المطاف كان ما فيه عدد كبير ساعتها يعني يمكن قبل تقريبا عام عشرين قبل عشرين سنة أو خمس عشرين سنة ما كان فيه زحام في الطواف فكان فيه الناس يتنافسون على تفطير الصائمين الطائفين فيعرضوا على الإفطار يرفض وواصل وواصل ممن حنا كنا نطوف معه وقت ما بين الأذان المغرب والصلاة فسبحان الله هو يعطونه تبر ويرفض ياك وواصل يظن منه أن هذا التأخير أنه فيه أجر لا من السنة أن الإنسان يبادر يبادر إلى الإفطار مباشرة ومن السنة أيضا الاجتهاد في الدعاء عند الغروب قال للصائم دعوة عنده فطري وأفضل أوقات الدعاء عند الفطر قبل الإفطار لأنه أثناء لكن ما تستطيع تدعو ولا تخشع يعني الإنسان إذا دعا عند الفطر قبل الغروب وهذا موجود في كثير من الأعمال الدعاء في آخر الليل الدعاء في آخر الصلاة الدعاء في آخر الصيام ولهذا حددها في الحديث هنا قال للصائم عند فطره عند فطره دعوة لا ترد ولا شك أن الإنسان بعد ما يقوم بالعمل العظيم هذا الصيام ويدعو الله سبحانه وتعالى إنها أحرى بالإجابة والشيطان بحكم التجربة وواقع الناس اللي يشاهدون سواء في الحرم وفي غيره إن الشيطان يتلعبهم عند الغروب يتشاغلون بأمور لا تليق وهذا الوقت ثمين جدا وقت نفيس جدا من وفق إلى الدعاء فيه فحري إن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه وأعظم دعوة يدعو بها الإنسان اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الضمى وابتلت العروق ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعماب الدعاء الشهير لعائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا لأن الله إذا عفى عنا رفع عنا العقوبة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي إذا غفر الله لك أكرمك الله إذا غفر الله لك رفع عنك العقوبة إذا عفى عنك ولهذا العفو أفضل من طلب المغفرة وفيه دعاء يجمع لك ما بين الأمرين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صورة تفسير في صورة في صورة لم يكن البينة قال اللهم إن يسألك معافاتك ومغفرتك اللهم يسألك معافاتك ومغفرتك هذه دعوة عظيمة جمعت ما بين العفو والمغفرة نسأل الله لنا ولكم جميعا معافاته ومغفرته ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم صيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضي الله عنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلمات تشرق بالنور جمعتك الدر المنثور في قلبك تشعل مصباحا فيضيء بأنس وسرور العلم رحيق نسكبه ما بين قلوب وصدور فتزوت قبسا من علم ليضيء ظلام الديجور ليضيء ظلام الديجور